النهاردة فخمط الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماع كبير جدا يحضر فيه وفد من رجال الاعمال المستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة طيب رئيس اتكلم في حوار متسع مفتوح واضح مع كافة الحضور طبعا كان فيه ممثلين عن الوزارات والحكومة الوزارات المعنية والمجموعة الاقتصادية وما الى ذلك ومن ناحية تانية فيه مجموعة من رجال الاعمال وقال لهم انه نجحهم هو دعم للمصار اللي بتنتهج مصر نحية التنمية الشاملة نجحهم هو بناء الدولة نجحهم انه يتعامل اقامة او انه يتعامل شراكة متوازنة مع الدولة هدفها دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة رئيس اكد اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كل الشواغل اللي بتواجه رجال الاعمال الوطنيين بشكل حاسم اللقاء زي ما كنت بقولك كان فيه حوار مفتوح ما بين الرئيس وما بين مجموعة رجال الاعمال والمستثمرين المصريين اللي موجودين حول ما تقوم بها الحكومة عشان يتم دفع لعملية التنمية الشاملة في مصر خد بالك احنا يمكن حتى بارح مجلس النواب المصري كان بيشتغل على الموافقة بتاعة القوانين اللي بناء عليها يتم تشكيل صندوق لتنمية صناعة السيارات صدقة البيئة في مصر وهنا دي صناعة شديدة الاهمية صناعة تواكب ما يحدث في العالم يبقى مصر هنا بتعمل ايه بتعمل صندوق لتنمية هذا النوع من الصناعة مش لتمويل هذه الصناعة كلمة تمويل يعني ده صندوق يبقى فيه فلوس كتير جدا نموّل بيه المستثمرين علشان يصنعوا لأ طبعا لهم ده استحالة مش حد بيعمل كده لا هنا ولا في حتة تانية لكن أنامي يعني أساعد أساعدك في البحث أساعدك في تنمية قطعات معينة أساعدك في التدريب أساعدك في كذا طبعا مصر بتعمل كده ليه؟ ما هو كده عملين اللي بيستفيد مين؟ المستثمر يعني أصحاب مصنع السيارات اللي عاوزين يشتغلوا في صناعة سيارات صديقة للبيئة زي الكهرباء والغزة الطبيعية على مسئل أساميل مثال أو السيارات اللي أصبحت بعضها موجود في بعض من دول العالم اللي بتصير بالهايدروجين إذن يلا تعالى أصنع ضاف مصر أهلا وسهلا تطلع بقى أنت جاي من بر تطلع أنت جاي من جوة تطلع أنت واحد من جوة واحد من بر عشرين واحد مع بعض وجايين يعملوا تحالف صناعي كبير وعاوزين أهلا وسهلا بنيتي الأساسية جاهزة عندك أي معوقات عين دي قبل العين دي اللي احنا عايزين واللي الريس بيأكد عليه في حواره معه أو اللي تم التأكيد عليه في حواره مع المستثمرين والصناعيين اللي كانوا جايين يمثلون مجتمع الأعمال المصري أنه احنا كل اللي عايزينه أن احنا بندعم الخطط التنموية الطموحة للدولة احنا بنشتغل على تحسين البيئة الحاضنة للاستثمار في مصر الإرادة السياسية شديدة القوة في تحقيق الإصلاح والنمو في مصر بأسرع وطيرة ممكنة الرئيس أكد في ختام هذا اللقاء اللي أراه أنه خطاب ولقاء شديد الروعة شديد الروعة ومطمئن إلى أبعد الحدود خد بالك الريس بنفسه اللي بيقول هنحل كل مشاكلكم إذا عندكم مشاكل الريس هو اللي طلب هؤلاء المستثمرين والصناعيين المصريين علشان يسمع منهم وعلشان يدي التوجيه بحل المسائل كلها أو الشواغل كما استخدم الرئيس في منطوقه قال مصر مش هتبني غير بسواعد أبنائها للمساهمة في التطوير وفي التنمية وفي تغيير واقعها للأفضل خصوصا أن مصر أصبحت بتتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق الحد دي بتفكرني بسنة 2015 الريس في 2015 اتكلم على القدرة قال كده حتى نمتلك القوة لازم يكون عندنا الأول القدرة وده هيخلينا نقطع مشوار قال كده بالظبط هنقطع مشوار مع بعض والمشوار مش هيبقى سهل بس نمتلك القدرة أولا رئيس النهاردة بيقول احنا النهاردة نمتلك هذه القدرة اللي تمكننا من الانطلاق وفق فرص حقيقية مع اعتزام مصر استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق استهدافات الإصلاح الاقتصادي الشامل ده نهج وطني علشان نبني الدولة